اهلا بكم في حلقة اليوم من العدد الأخير نستحبكم كالمعتاد في جولة لأبرز عنوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية ينضم إلي في هذه الجولة الصحفي والخبير في شئون الشرق الأوسط علي وكد مرحبا علي وإلى العنوين من الصحف الإسرائيلية صحيفة هارتس إيران تقول ضعفنا أجهزة الطرد المركزية المتطورة في صحيفة معريف السنوار نخطط لقصف تل أبيب على مدار نصف سنة في الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام رئيس الوزراء اشتي يقول أزمة أموال الضرائب ما زالت قائمة وإسرائيل تواصل حجز أموال الأسرى والشهداء في الصحف العربية صحيفة الدستور الأردنية اللبدي ومرعي في حضن الوطن الصحف العالمية The Times of India 255 سيارة حصلت على مخالفة مرورية وصلت زام العاصمة بقانون Odd Even نفتتح هذه الجولة في الملفات الإسرائيلية والتي تتطرق إلى إيران في صحيفة هارت ضعفنا أجهزة الطرد المركزي المتطورة هذا الإعلان الذي أعلن وتم في ذكرى السيطرة واجتياح السفارة الأمريكية في طهران الأربعين نعم الجانب الإيراني شام مستمر في محاولاته للضغط على المجتمع الدولي وتحديدا على الاتحاد الأوروبي لكي يتبنى الموقف الإيراني من النزاع الإيراني أمريكي فيما يتعلق بالتزامات إيران وبما يتعلق بمشمل الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبين الدول العظمى الإعلام الإسرائيلي مهتم بهذا العنوان هناك خوف إسرائيلي من أن تنجح إيران بالعودة إلى نشاطها النووي ما قبل الاتفاق مع الدول العظمى لكن إسرائيل التي لم تكن راضي بنيمينة أنه لم يؤيد أبدا هذا الاتفاق الآن تحاول إسرائيل استغلال هذه الإعلانات المتكررة التصريحات المتكررة للقيادة الإيرانية عن الانفكاك من الالتزام وعن تخفيض تعهدات إيران تجاه الالتزام في محاولة لحجد المجتمع الدولي وتحديدا الرئيس ترامب للضغط وللمزيد من العقوبات ضد إيران وهذا بالضبط ما استمعنا إليه من تصريحات واشنطن بالأمس بأنهم مضون في سياسة العقوبات ضد إيران صحيفة معاريف السنوار نخطط لقصف تل أبيب على مدار نصف سنة في صحيفة إسرائيل هاي يوم وسيلة للإحباط لا نريد المال بل فقط حل أمام غزة المجلس الأمن الوزاري المصغر التأم يوم الأحد ومن بين التصريحات التي صدرت بعده عن بعض الوزراء الذين قالوا أن إسرائيل تفكر بالقيام بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة وذلك ردا على التصعيد الذي حصل ليلة السبت مع إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية ليأتي بالأمس رد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيس نور والذي قال أنه في حال قامت إسرائيل بعملية عسكرية ضد القطاع فإن الفصائل الفلسطينية قادرة على استهداف وقصف إسرائيل وتحديداً وسط إسرائيل وتحديداً تل أبيب بألاف القذائف الصاروخية وعلى مدار نصف عام متتالي هذا هو الرد الحمسي اللافت أن السنوار قال أنه في حال ليس فقط في حال قيام إسرائيل بعملية عسكرية ولكن في حال لم توفي إسرائيل بالتزاماتها وأبقت على هذا الحصار بكل مستوياته وحيثياته فإن سيأتي الرد الفلسطيني في العنوان في صحيفة إسرائيل هاي يوم استيروت المحبطة هذا هو العنوان الضقيق لا نرغب بالمال ولكننا نرغب بحل مع قطاع غزة سواء حل حسم عسكري أو حل سياسي وهذا العنوان يأتي رداً على عنوان كان قبل يومين في صحيفة يدعوت أخرونوت يقول أن بسبب الشلل الحكومي فإن الحكومة لا تحول الأموال لا تحول الميزانيات المخصصة لسكان الجنوب من تحصينات وخدمات طب نفسي وترفيه وما إلى ذلك خلال فترات التصعيد صحيفة إسرائيل هاي يوم المؤيدة للحكومة تقول أن المواطنين لا يبحثون عن التعويض المالي لكنهم يبحثون عن حل جذري للتهديد القادم من قطاع غزة إلى مسألة أخرى في صحيفة آرتس الأردنيان المحتجزان سيحرر حتى نهاية الأسبوع والسفير سيعود إلى إسرائيل صحيفة الدستور اللبدي ومرعي في حضن الوطن صحيفة الراي اللبدي ومرعي في عمان نهاية الأسبوع يعني علي هل تعتقد أن هذه نهاية القصة السعيدة؟ هي النهاية السعيدة لهذه الأزمة هي لا تلغي التوتر المستمر بين الأردن وبين إسرائيل في الكثير من القضايا السياسة الإسرائيلية في القدس السياسة الإسرائيلية اتجاه الأماكن المقدسة في القدس السياسة الإسرائيلية في التقارب مع دول الخليج وتجاوز الأردن الذي كان دائما الوسيلة لهذا التقارب الإسرائيلي الخليجي بمعنى أنها نهاية سعيدة لقضية محددة لكنها لا تغير في الخلاف الكبير بين الطرفين رغم المصالح الاستراتيجية المشتركة أنت ذكرت علي الإختلاف إذن كيف تقيم أو تنظر إلى تصريحات المسؤولين يعني الرزاز رئيس الوزراء يقول إسرار ملكي على إحقاق الحق أثمر بعودتهما سالمين ومن جهة أخرى رئيس الوزراء بن يمينة ناهو قال بأن هذا ما تم التوصل إليه هو نتيجة اتصالات وتفاوض نعم هو اتصالات وتفاوض أثمراء ولكن بالفعل الأردن أبدى موقفا حازما هو في البداية كان محرجا من هذا الملف بسبب الشبهات الأمنية التي حامت حول الأردن ولكن الضغط الشعبي وعدم تجاوب إسرائيل مع الكثير من القضايا السياسية دفع بالأردن أن يضغط باتجاه حل هذه المسألة حتى وينحامت شبهات أمنية حول المواطنين الأردنيين السؤال من ناحيتي أنا سيكون ملفت كيف سيكون تعاطئ السلطات الأردنية مع هذين المواطنين هل سيتم استجوابهما حول ضلوعهما أو عدم ضلوعهما في أي أنشطة أمنية الواحدة اتهمت إسرائيليا بالتخابر مع حزب الله اللبناني الآخر اتهمة إسرائيليا بالتعاون مع فصائل فلسطينية ولكن في نهاية المطاف المصالح الاستراتيجية العليا هي التي رجحت الكثير صحيفة هارتس الشرطة اعتقلت مقيم في العسوية يقود إضراب التعليم أو عن المدارس يعني ما هي الحكاية؟ الاحتجاجات في العسوية مستمرة هناك مواجهات شبه يومية بين الشرطة الإسرائيلية وبين سكان العسوية إسرائيل تقول أنها تريد منع البناء الغير قانوني في الحي الفلسطينيون بطبيعة حال يعتبرون أن النشاط الشرطي هو محاولة للتضييق على سكان العسوية بهدف إخلاء وإفراغ المدينة المقدسة وضواحيها القدس من سكانها الفلسطينيين وقبل سبعين أو ثلاث كان هناك شريط مسجل لرجال شرطة يتحدثون كيف أن الهدف الحقيقي من هذه العملية الشرطية هو تضييق الخناق على المواطنين نبقى مع قضية الإخلاء وصحيفة دعوت أحرنوت على الرغم من تعهده نتنياهو يطلب مجددا تأجيل إخلاء الخان الأحمر هذا عنوان لا ترى في صحيفة إسرائيل هايوم نعم بالتأكيد شام نتنياهو يعي أن المجتمع الدولي لن يتعاطى بسهولة مع إخلاء مئات الفلسطينيين ولديه أولويات أخرى منها الحكومة منها التصعيد على الجبهات المختلفة هو يريد في هذه المرحلة عدم الإخلاء ولكن القرار الرسمي الإسرائيلي هو بإخلاء الخان في صحيفة إسرائيل هايوم قفز في الهجرة ما يعرف في العليا واللجوء يعني دعنا نخمن علي جنسية القادمين الجدد إلى إسرائيل على عتبات الانتخابات يعني الحديث يدور عن أن الغالبية الصاحقة هم من روسيا ولكن في العنوان الثانوية يتحدثون عن أن بعض المهاجرين هم من إيران وأيضا من تركمالستان نحن نتحدث عن ما يقارب 29 ألف يهودي قرروا في العام الحالي الهجرة إلى إسرائيل وهذا رقم كبير ورقم مهم هو لا يقدرب إلى الأرقام التي وصلت إلى مئات الألاف وأكثر من مليون مهاجر روسي مع انهيار الاتحاد السوفيتي ولكن هذه إشارة من إسرائيل ليهود العالم أن موطنكم هدفكم غايتكم يجب أن تكون إسرائيل ويجب أن تكون الهجرة إلى إسرائيل نبقى مع إسرائيل يوم ما من أمل لحكومة وحدة وطنية يدعوت أحرنوت نخطو في المكان السليم لا تزال الأمور مبلبلة في السياسة الإسرائيلية نعم في إطار المد والجزر في إطار عرض العضلات بين الكتلتين الكبيرتين والحزبين الكبيرين كخلفان والليكود على الأقل المفاوضات الرسمية شام مجمدة بين الطرفين لأن المعلومات تشير إلى أن هناك قنوات خلفية تعمل بين الطرفين في محاولة لإيجاد مخرج من هذه الأزمة السياسية وتوائل المصغرة أيضا بالتأكيد وهناك قنوات خلفية إحدى الأنباء تتحدث عن أن وزير المالية كخلون يتولى إدارة إحدى القنوات الخلفية من قبل حزب الليكود مع حزب كخلون لفان ولكن على الأقل رسميا طواقم المفاوضات لا تلتقي وكل طرف يبدو كأنهم متمترس في موقعه وفي موقفه ويرفض التنازل لذلك إعلاميا يبدو كأن سيناريو الانتخابات بات سيناريو حقيقيا ومحتملا وحتى أنه كان هناك موعد لهذه الانتخابات طرح موعد السابع عشر من آذار من العام القادم لتصل إسرائيل إلى انصحت هذه التطبيرات إلى انتخابات ثالثة في عام صحيفة معاريف المستشار القضائي رفض طلب محامين تانياهو التحقيق في التسريبات يعني ملف آخر يثقل من كاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين تانياهو على أيام الأخيرة كثرت النشط في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تسريبات لتسجيلات من التحقيقات التي جارت إما مع بنيمين تانياهو وإما مع زوجته سارة وإما مع ابنه بنيمين تانياهو طالب أو محاموه طالب من النائب العام من المستشار القانون للحكومة أن يوعز بفتح تحقيقات لأنهم يعتقدون أن هذه التسريبات مغرضة وتريد تشويه صورة بنيمين تانياهو والتسهيل على النائب العام وعلى القضاء معاقبة ناتياهو وأفراد أسرته بقاء في صحيفة معاريف الهدف تجنيد 40% من الفتيات المتدينات خلال ثلاث سنين يعني ما مدى تأثير هذا الطرح الآن على أيضا الطرح هو له بعد اجتماعي في ظل النقاش حول طابع الدولة طابع الجيش أنت تعرفين أن الأوساط المتدينة تسعى لمنع تجنيد الفتيات وخاصة الفتيات المتدينات هنا قمنا بما يعرف بالخدمة الوطنية أو الخدمة المدنية ولكن الحكومة والسلطات الإسرائيلية بهدف مواجهة عزل أو التمييز ضد الفتيات تريد دمجهنة في الجيش وإلى ما يقلق مضجع الفلسطينيين في صحيفة الأيام رئيس الوزراء يصرح بأن أزمة أموال الضرائب ما زالت قائمة وإسرائيل تواصل حجز أموال الأسرى والشهداء نعم إسرائيل أعلنت أنها ستقوم بخصم الرواتب التي تدفع لعوائل الأسرى الفلسطينيين وعوائل فلسطينيين قتلوا خلال تنفيذهم لعمليات ضد إسرائيل هذه الأزمة تراوح مكانها الجانب الفلسطيني مصر أنه سيدفع هذه الرواتب إسرائيل تقول أنه طالما دفعت هذه الرواتب فلن يتم تحويل كل الأموال ولكن سيتم خصم هذه الرواتب من الأموال التي تتحول للسلطة الفلسطينية ويكن هذا الموضوع شام إذا سمحت لي هو يخدم الطرفين السلطة تبدو كأنها لا تتنازل عن مخصصات الأسرى والجانب الإسرائيلي نتنياهو يبدو كأنه قوي أمام الجانب الفلسطيني ويصر على عدم تحويل أي أموال تحول إلى من قاموا بارتكاب عمليات دون أسرائيل خاصة أن هذا الروان متكرر بشكل شبه يومي في صحيفة الحياة الجديدة مقال رأي حماس جاهزون ولكن هو أكثر من مقارئ هو الافتتاحية الرسمية للصحيفة الصحيفة الصحيفة السلطة الفلسطينية الحياة الجديدة حماس جاهزون ولكن هذا بالفعل يعكس الموقف ولكنني كنت بنفس أستطيع أن أقول أن أيضا فتح جاهزة ولكن هناك لائمة توجه لحركة حماس أن استعداد الإجراءة للانتخابات هو استعداد غير حقيقي وفقط للاستهلاك الإعلامي وأن الحركة تريد الاحتفاظ بقطاع غزة وسلطتها وسيطرتها على القطاع وأنا أقول لك شام أنني لست متأكدا أن حركة فتح تريد انتخابات حقيقية هي تعرف أن الأمور ليست سهلة بالنسبة لها هناك من قسام فتحاول في قطاع غزة وضعها في الضفة الغربية ليس بأفضل حال ولكن هذا موضوع جميل يمكن إشغال الرأي العام الفلسطيني فيه في صحيفة الجزيرة المملكة التي تقود التحالف العربي في اليمن بحسب الصحيفة صانعة سلام في اليمن يعني العنوان يجعلنا نفهم وكأن هناك سلام في اليمن لن تكون هناك أي طلقة نارية بعد اليوم بعد هذا العنوان في اليمن نحن لا نتحدث عن سلام يمني لا نتحدث عن الكل اليمنى نحن نتحدث عن أن أنصار ووكلاء السعودية والإمارات اقتتلوا فيما بينهم إما لخلاف على الكعكة بين أطراف يمنية وإما كحرب الوكالة حرب نفوذ بين السعودية والإمارات أن يبرم اتفاق تقاسم أدوار وتقاسم الكعكة بين الجنوبيين لا أدري ولا أفهم كيف يمكن أن نفسر هذا الانوان إلى الصحيفة الكويتية صحيفة السياسة ثوار كربلاء يقتحمون القنصلية الإيرانية ويرفعون العلم العراقي ويهتفون إيران بره بره وفي نفس الصحيفة أحلام طواويص الهلال الشيعي تتبخر الهلال الشيعي هو مصطلح لا ندري من يقف خلفه هل الأكاديمي الإسرائيلي البروفيسور عوزي رابي أم العاهل الأردني ولكن استلح على تسمية الجهد الإيراني بأنها تسعى لإقامة هلال الشيعي الافتتاحية في صحيفة السياسة تتحدث عن أنه على ضوء ما يحصل في العراق والاحتجاجات التي بدأت كاحتجاجات مطلبية والآن لها بعد سياسي يسعى إلى تقليص الدور الإيراني وتدخلاته في العراق فإن الصحيفة الكويتية ترى أن ما يحدث في العراق يضرب حلم إيران ببسط هلال شيعي في المنطقة ولكن إذا ما ابتعدنا عن المصلحة هناك حقيقة واقعة على الأرض في العراق الآن الخلاف حولها هل هذه الاحتجاجات التي تستهدف إيران في العراق هي عفوية وكجزء من الحراق الشعبي أم أن هناك من يحركها ولكن الحقيقة هي أن هناك محتجون عراقيون يهاجمون الممثليات العراقية كربلاء مع كل بعدها وأهميتها وخاصيتها الدينية تشهد توتر كبير واستهداف حتى إيران منعت مواطنية من زيارة من البعثات الدينية إلى كربلاء وإلى العراق صحيفة الخبر الجزائرية إيداع خليدة تومي الحبس المؤقت نتحدث عن السياسية ووزيرة الثقافة السابقة يعني في تهمة تبديد أموال عمومية هل الحبل على الجرار؟ هذا هو السؤال وهل هذه المحاكم والمحاكمات هي صورية أم حقيقية وهل سيكون بعض رموز النظام القادر السابق عفوا هم كبش فداء وشماعة يستمر فيها النظام السابق بالسيطرة بتغيير الوجوه وليس بتغيير السياسات نعم صحيفة إيران نيوز السيطرة على السفارة الأمريكية خطوة ثورية خطوة بالفعل يعني أشعلت أزمة سياسية والتي تستمر حتى يومنا هذا نعم يعني بعد هبوط الخميني من طائرته ووصوله إلى طهران وترأوسه لحملة الاحتجاجات ضد الشاه الرمز الثاني للثورة الإيرانية كان اقتحام السفارة الأمريكية واحتجاز ديبلوماسي السفارة كرهائن هنا الإعلام الإيراني إيران احتفت بالأمس بهذه الذكرى ذكرى اقتحام السفارة لتعلمين على الأقل من الناحية الرسمية من وجهة نظر الحكومة الإيرانية أمريكا هي الشيطان الأكبر إسرائيل هي الشيطان الأصغر ولا زالت إيران الرسمية تدافع عن هذه الخطوة ولا تعتبرها خرقا للأعراف الدبلوماسية على العكس يعتبرها الإعلام الرسمي الإيراني على أنها خطوة ثورية وإلى الهند وفي تايمز أوف انديا يعني فقط 255 سيارة خلفوا وسط التزام العاصمة بقانون أود إيفن أود إيفن قانون الأرقام الزوجية وقانون الأرقام الفردية قانون لافت هندي لافت يتيح في يوم معين لسيارات ذات أرقام فردية دخول العاصمة وقيادة السيارة فيها وفي يوم آخر هو يتيح لسيارات ذات الأرقام الزوجية دخول العاصمة وقيادة السيارة فيها هل يبدو لك ذلك منطقيا عليه؟ يعني أنا لا أدري نجاعة هذه الخطوة ولكنه لا بد في المدن الكبيرة من وضع حد لهذه الازدحمات المرورية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد وفي الهند لديها أيضا بعد بيئي كبير بسبب التلوث وبسبب عدم الوعي الكافي يعني في الدول العالم إحدى الاختبارات للسيارة هو مدى تلويثها للبيئة ومحركاتها وحسن صيانة السائق لسيارتي باعتقاد هذه خطوة يمكن أن تسهم في تخفيف الازدحمات المرورية وتحسين ظروف حياة سكان نيو ديلي شكرا لك الصحفي والخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد نشكر لكم مشاهدين أيضا حسن المتابعة نلقاكم غدا في صحف جديدة وعناوين جديدة كنا معكم من ميناء يافا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر